موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حلقة جديدة اليوم من برنامج مع الحكيم حلقتنا اليوم ستكون استمرار للحديث على الوضع الصحي وعملية تطويره وعملية دراسة الجودة فيه بالإضافة إلى تخصصنا المتعلق بأمراض الجهاز التنفسي ولكن طبعاً أنا من خلال اللقاءات مع العديد من المرضى لقيت ارتياح في فكرة الاستمرار في نشر المعلومة الطبية وخصوصاً ما يتعلق بمفهوم الصح لأن الدنيا تغيرت معجز زي قبل أصبحت المعلومة الطبية مش حكر على الطبيب يعني إحنا لو كان نلاحظه أن حد يعطينا تحليل مثلاً متاع مزرعة أو تحليل صورة كمبيوتر مقطعي وفهل التقرير فيه اللي يقرأ ويفهم شين يصير ويحاول أنه يقربها من خلال بعض المعلومات الطبية عنده طبعاً الاتجاه هداي هذا اتجاه عالمي لأن التدقيف الصحي وتطور الأمراض ومضاعفاتها وتوفر سبل الوقاية والعلاج خصوصاً الوقاية الوقاية خلت الناس يفهموا المرض هداي شين هو اللي بيوقوا نفسهم منه مثلاً يتكلموا على جلطة القلب يقولك والله يفكك من الكوليسترول ما تكلش الشحم نقص السكر تقول السكر يضرب لك عيونك يضرب لك كلاويك التقافة هذه بدت تنفهم قبل لا قبل المجتمع كان مغلق والفكرة أن الدكتور يكتب الوصفة والمريض عليه أنه هو ياخد الحبوب يعني لدرجة أنه كانت تقافة البوليفارميسي اللي هي شكارة كاملة متاع الدوام تاع الصيدلية كان الدكتور ما يكتبش للمريض أربعة خمسة أدوية هذا مع الجهش شي كويس الفكرة هذه مناخداها مع بعضنا زيتواء ومنرماها في سلة القمان ومنخلوا الفكرة الجديدة هذا القناع وهذا الروح اللي نتكلموا بها أزوز نتكلموا على الآتي نتكلموا على فكرة التدقيف الصحي ومعرفة الحقوق الصحية زي ما عايش العالم كله في الإطار هدان وحركز اليوم في حلقتنا على جودة الخدمات أو الرعاية الصحية في الأرياف أو القرى طبعا إحنا لما نتكلموا نتكلموا على سيستم هرم هرم فيه مراكز صحية عليا وبعتالي مراكز صحية فرعية وبعتالي مراكز صحية أولية تتمتل في مناطق الأرياف طبعا الأرياف عبارة عن قرى القرى التعداد السكان امتاحها نسبة مش ما تكون زي المدينة طبعا القرية بتكون عدد سكانها أقل ولكن هالناس هدما ليهم حقوق صحية وليهم برنامج دوعوي فموضوع تحسين جودة الخدمات الصحية أنت تجي تقول مثلا أنا مقدم خدمة نقدم لك في الخدمة الصحية وانت متلقي الخدمة الصحية أنا عندي حقوق وانت عندك حقوق كويس من اللي يجي مبناتنا اللي يجي مبناتنا حاجة اسمها سلطات التصديق هيك العالم يخدم البر مبنات دي أنا وياك سلطات التصديق شن تصدق هذه تصدق على جودة الخدمة يعني مش أنا مقدم الخدمة تخيل أنا مقدم الخدمة ونقيم في نفسي ما تجيش يعني اللي يقدم الخدمة دائما ما يكونش هو المقيم لنتيجة عمله والمريض نفسه اشراكه في إبداء الرأي في تحسين جودة الخدمة الصحية أصبح شرط أساسي وقلنا لانتشار المعلومة ولتقافة الناس ولانتشار الطب الوقائي إذن لابد في حاجة بين مقدم الخدمة وما بين مستلم الخدمة حاجة اسمها سياسات التصديق أو منظمات محايدة لتجي مع الطرف هو ولتجي مع الطرف هداي شن وظيفتها؟ تعطي شهادات شهادات تعطاها لشني تعطاها على جودة خدمة الرعاية الصحية الأولية أو التانوية أو المستوى الأول وفق لشني هادي هاليا جمعية خيرية هادي؟ لا وفق لتشريعات حكومية طالعة من برلمان الدولة صار حتى البرلمان المتاع الدولة ليه دور في التطقيف الصحي وفي الإدالة نعم لأن هذا يمثل عينات من المجتمع فإذا ندحني لما رشحنا ناس في مجلس النواب أو في أي مكان أو مستقبلا لما نجو الرشح الرشح لخدماتنا إحني إحني شما نستفيده؟ نبهوا اتصالات كويسة نبهوا تغذية كويسة نبهوا مية كويسة والصحة الصحة أول شي نطلبه فيه فإذا التشريعات هذه يتم تطبيقها هكي العالم البرة أنا نشرح لكم في السيناريو متاع العالم البرة في مرة سمعته إن مواطن كندي تعارك مع دكتور كندي أو إن مواطن إنجليزي مش راضي على شغل ويشتكي في طبيب مستحيل لأن فيه فاصل مبناتهم وفيه جزئية معينة مهيش هي جزئية محايدة هي اللي تدرس في الموضوع حاليا فيبدو يعطف في تقييم الجود طبعا تحسين الخدمات الصحية إحنا كعلم قرينا نقسم فيه إلى ثلاث مراحل الحوكمة والترشيد والمراقبة شن مقصود بهم يعني أنا باش نجي ناخد مركز صحي في قرية مثلا تبادوت في غريان أو مثلا قرية معينة في العجلات أو في مصراتة أو في بنغازي في المنطقة الشرقية ونبقى نقيم الجودة الخدمات الصحية المفروض أنه فيه فريق ينزل يقيم الوضع حديث بيقيمها على مجموعة مقاييس من أبسط الأشياء اللي يقيمها حجم التوعية اللي صايرة في المركز الصحي الأول مثلا فيه بوسترات على طريقة مثلا مكافحة السمنة بوستر على مخاطر التدخين جدول أو لوحة على التطعيمات وأهميتها طرق الوقاية من الإنفلونزا ملصقات صغيرة تتوزع للناس هذا كله رأيه ما يكلف شيء ماديا ما يكلف شيء الفائدة متاعه رفع معدل التوعية محصلة رفع معدل التوعية كلة المصاريف العلاجية وتحسين جودة الحياة لأنك أنت تشتغل الآن بأسلوب الطب الوقائي إذن الجزئية هدية وجودها غير مكلف نتائجها عالية جدا مردودها كإنكم نهائي يعني لو كان نقوله مثلا الناس اقتنعت بأن تعديل مستوى السكر في الدم مهم وأن الإقلاع عن التدخين مهم وأن فيه ضغط في الاتجاه هداي بالأسلوب التوعوي وجينا بعد عشر سنوات وقيمنا عدد حالات القسطرة وانقارناها بعشر سنوات فاتت يعني مثلا جينا في الالفين وثلاثين وإحنا في الالفين وعشرين قررنا أن نحن ندير برنامج توعوي وننطلق به بطريقة مكتفة من خلال إدارة الدولة وجينا في الالفين وثلاثين قلنا كنا نديره مثلا في مثلا مئات ألف حالة قسطرة تشخيصية أو علاجية في المستشبيات العامة بعد عشر سنوات من برنامج التدقيف والطب الوقائي حتلقى روحك تدير في عشرين أو ثلاثين ألف باهي شن صار في الحالة هذه هذا يسموه الهدف بعيد الأمت لما احنا يبدأ عندنا أهداف قريبة متوسطة بعيدة البداية دائما صعبة ولكن لما تخش على الرتمة متاع السيستم وتخش على الرتمة متاع الشغل الحقيقي الوطني اللي هو محسوب على رجال تلقائيا تلقى إنه مستقبلا حتى الأمانة لما تتسلم إلى شخص تاني أو من فريق إلى فريق يلقى إنه الشغل مرتب ويلقى إنه العملية مجتمعية يعني شكل كامل من المجتمع طبعا من ضمن النقاط الأساسية التانية في عملية تلاقي الهدف طبعا لازم يتلاقي الهدف ما بين مقدم الخدمة وما بين طالب الخدمة نعود نشرح مقدم الخدمة المدفوع له مسبقا مستشبه بتقدم خدمة للمواطنين في منطقة بوسلين أو منطقة بومشماشي المستشبه هذه الدولة عطيتها فلوس وشارية دووات ومرتبة نفسها وموارتبات الأطباء نازلة والتمريض إذن هذه مدفوعة سلفا جاي الآن هذا مقدم الخدمة اللي هو المستشبه أو المؤسسة وهذا مستلم الخدمة اللي هو المواطن التلاقي الهدف مفروض الزوزة هما يتلاقوا عليه جزئية معينة شين هي؟ جودة وشمولية الخدمة شين معنىها جودة وشمولية الخدمة؟ يعني أنا كمقدم خدمة نحس روحي قدمت جودة وكل شيء متاع الأعظام اخديه شغلة متاع الصدرية اخديه كفاءة الرئتين وبعد ما دار كفاءة الرئتين دار صورة الأشعة وتم تشخيصه وندرت له بطاقة متابعة إلكترونية وانبعت للصيدلية اخديه الدسكة أو الشفاطة اللي حقها 150 جنيه غالية وعلموه طريقة استخدامها وقالوا له راكب تستخدمها بعد شهر بتولي بتستنم علبة تانية في الحالة هدية في حاجة اسمها جودة وشمولية الخدمة جايه مثلا متاع الجرح دار عمليته بعد ما دار عمليته عنده تغيير جرح تغيير ستيتش عنده بطاقة صحية ضرب هذه البطاقة الصحية على المكينة خديه بوليط وكعمز بالأكتروني رقمها مثلا 33 جاي المسؤول عليه المرضى الناس كلها مكعمزة باحترام شدين جرايد في متاع القهوة في الكفيتيريا البر السيارات منضمة في الشارع شرط المرور يخدم هذه الحياة الحقيقية راه لازم احنا نطلع في إطار الجودة هذه لازم حتى ما عشناهاش في الواقع نطمحولها إلا مجرد ان احنا نطمحولها حنوصلولها بإذن الله لأن في قوانين معينة في التنمية البشرية اسمها قانون الجدب كل ما تطلب الحاجة وتشد فيها تشد فيها تنغرس فيك ولما تنغرس فيك راكب تصل لها بتوفيق من الله مدام هذه حلال وحاجة حقانية وحاجة ترضي الله وتفيد الناس فربي حيساهم في الدفع بها هذا منطق حياة فلما تتوفر الظروف هذه ويجي المريض يخش بطريقة سيستم معين تبدأ حتى القطمة واليبرى محسوبة التكلفة ومعروفة أم تنحطت ولمن نحطت وكل شيء يكون دقيق بالطريقة هذه يكون هناك تحسين لجودة الخدمات الصحية طبعا في حاجة اسمها الاستثمار الإداري في الخدمات الصحية شنوه الاستثمار الإداري؟ إعادة هيكلية الإدارة طبعا في سؤال يسألوا فيه البرة في نقاشات لما أنا حضرتها نقاشات هدية مع منظمة الصحة العالمية ومع مجموعة من الخبراء الدوليين في القطاع الصحي يتكلموا على هل نحن نغير المانجمنت؟ ولا المانجر؟ ولا نغيرهم الزوز؟ نغير المدراء؟ ولا نغير المنظومة؟ ولا نغيرهم الزوز؟ فالنقاش هداي أتمر على النحو الآتي كل منطقة وخصوصيتها في بعض القرارات بتضطر أنك أنت تغير سيستم المنظومة لأنه ما يتمشاش مع عدد السكان مثلا مستشفى خاصة بالأمراض الصدرية تغطي في ثلاثة مليون شخص العيادات الخارجية امتحها فها أربع عيادات بس إذن كل يوم فيه تكدس إذن في الحالة ديه ما فيش تغيير إداري كموظفين ولكن فيه تغيير مانجمنت إدارة أن نحن نقسمه أو نوزعه أو نعاوده رتبه بحيث أن تقل عندنا نسبة الانتظار والتأخر لأن الأمراض المزمنة لو كانك ما جيتش في موعدك وما خديتش إدواك حتخش في نوبة سواء كانت نوبة حسية صدر سواء كانت نوبة انسيذات قصب مزمن تليه فرقة ونتكلم عن الصدرية بس ففي الحالة هذه لابد من تنظيم العملية بأنه لما يجي المريض بالبطاقة الصحية متاعه ينطلق في الاتجاه الصحيح ويندار له موعد في بعض الدول الموعد يجيك على الموبايل يجيك على الرسالة بأن هذا التايم متاعك رفع معدل التواصل ما بين مقدم الخدمة وما بين طالب الخدمة شم بيدير في الأخير حيرفع معدل التقى ما عادش الناس تسافر لتونس ما عادش تمشي للأردن ما عادش فلوسنا يريحوا في الدولة هي بل بالعكس تستثمر في داخل الدولة متاعنا وبالطريقة هذه نتكلم أنا اللي نتكلم فيه توا بسيطرة هو عبارة عن ستيشن محطات لقطار القطار اسمه قطار النجاح المحطات هي محطات المراحل التطويرية خطة رقم أول خطة القصيرة المدى والمتوسطة المدى وطويلة المدى هدفنا في القطار نوصله لنهاية السكة والتي يسمىها الرؤية رؤيتنا أن ليبيا تولي سياحة علاجية وجود الناس يعالجوا عندنا يمشوا لغات يمشوا لغدامس يمشوا لشحات يمشوا للأمازيغ يمشوا يعني في عندنا قدرة سياحية وعندنا كوادر طبية وعندنا إمكانيات مالية إذن الخلطة الرئيسية لرؤيتنا كسياحة علاجية طائم الفكرة كيف نوصل طوله من خلال المانجمنت من خلال الإدارة طبعا النقاط الأساسية في أهداف الرعاية الصحية اللي هي بالدرجة الأولى التوعية والدرجة الثانية الإصلاح الصحي وفي حاجة اسمها التغذية الصحية في حاجة اسمها الصحة النفسية في حاجة اسمها الصحة البدنية وفي حاجة اسمها الصحة العقلية طبعا في فرق بين الصحة العقلية والصحة النفسية الصحة العقلية يعني مشاكل تستدعي علاج دوائي أما الصحة النفسية أغلبيتها إرشادات لتجنب ضغوطات الحياة لأن من أهم النقاط في أهداف الرعاية الصحية الأولية خصوصا للمراكز البعيدة أو لقريبة لقوا أن السترس يخش في جميع الأمراض اللي هو التوتر وطبعا إحنا حياتنا الليبيين من بداية الصبح لحد نهايته هذا واقع موجود كلها توتر القليل جدا يعرف في تعامل مع المؤثرات الخارجية ففي الرعاية النفسية تختلف على الرعاية العقلية الرعاية العقلية يعني أمراض انفصام في الشخصية مرض عقلي جنون مثلا أو أمراض عقلي أما الصحة النفسية الصحة النفسية هذه مثلا سمافروا في الشارع بدوا يتعاركوا مع بعض السبب توتر وضغط لكن لما تلقاهم في الحقيقة الأمر تلقاهم جيران واصحاب وأصدقاء وكذا فمعدل التوتر هداي يزيد من مشاكل القلب يطلع السكر يرفع الضغط يزيد نوبات حسية الصدر اليموشنال ستيت فكل المجموح هداي كرعاية نفسية لما يكون هناك فرق تطوعية يعني نسمع العديد من الجمعيات الخيرية لو كان نشوفوا قداش عندنا جمعية خيرية تم تسجيلها بعد التورة حنلقوا رقم هائل لما نجو كمنظمات مجتمع مدني ونسألوا ما دور هذه المنظمات في القطاع الصحي الليبي يعني موضوعة زي هداي تقولي الدكتور هداي يتكلم بطريقة تقولي عايش في أوروبا لا المجتمع الليبي مجتمع شباب المجتمع الليبي مجتمع متقف والدليل انك انت توا تسمع فيها وامتبت التلفزيون لانك انسجمت في الكلام لانه خش في داخلك لانك اقدر لديت تقتنع بحقيقة الأمر إذا انت في داخلك صح فلازم نرفع معنوياتنا ولازم نرفع فكرنا ان احنا نكونوا في الاتجاه الصحيح اللي متطورين هادو البرة هما مش خير مننا احنا اقل شي نؤمن بلا إله إلا الله وفي نفس الوقت عندنا القواعد الأساسية لتحقيق الأهداف من ضمن النقاط الثانية اللي هي توفير الأدوية وعدالة التوزيع طبعا لما نجو لمثل لوحدة من المراكز متاع الأورام سين بدون ذكر اسمها مثلا من في طرابلس أو في بنغازي ومريض ياخد فيه كيماوي توكسول ولا ياخد فيه كيماوي للمعدة ولا للكانسر ريكترم ولا بروستيت حبوب سواء كان ولا انفيوجين تلقى ان بعد ما يضرب اليبراء هذا واقع الناس اللي عندها أقارب في الأورام يخمم في الجرعة الجاية لدرجة يبدأ يوصي جماعة كان في مركز مصراتا فيه بالله تحصلوا ليش طرف طرفين كان في بنغازي ما حصلش قطعة اثنين لانه خايف من عملية الريجولر سابلاي عدم العدالة في التوزيع حيؤدي بنا إلى فقدان التقة ومن تم يلجأوا انهم يمشوا لامكان ياخدوا فيه العلاج متكامل يقولك باش نضمن اني نبدأت بالكيماوي نبن نكمل لآخر جرعة فإذا نحن خشينا فيه أهداف الرعاية الصحية تتمثل في العدالة الاجتماعية في التوعية في الرعاية النفسية في الإصلاح البيئي ما معنى الإصلاح البيئي؟ يعني مثلا نجو لي منطقة زي الهضبة طريق صلاح الدين نلقوا مثلا الكنايس محطوطة والدخان يولع فهذه نقاط سلوك من المجتمع تقول لي ما فيش حد يقيم القمامة ويرفحها نعم ولكن عملية هذه هيكون في حل في الأخير ولو كانك تخلاها وتقعد تلف لانتلقي لوان تحطها في امكان هم يلموها ياخدوها مننا مثلا فالإصلاح البيئي هداي يساهم بدرجة كبيرة في تقليل معدل انتشار الأمراض ويخلي عندنا نوع من التعاون المجتمعي بحيث أن احنا اللي نقوله فيه ككلام توا نلقوه على أرض الواقع نطلع وفاصل ونرجع مع بعض إن شاء الله عدنا بعد الفاصل طبعا نستمر في موضوع تحسين جودة الخدمات الصحية ورسالة الماجستير اللي تتمثل في تقييم واقع جودة الخدمات الرعاية الصحية في تقييم واقع جودة الخدمات الرعاية الصحية يعني هذه رسائل ماجستير ودكتوراه تنزل على أرض الواقع وتدير في دراسات استاتيستيك إحصائيات يكون لها أهداف وتشوف في الصعوبات امتحها وتشوف في رؤية من هذه الدراسة الدراسة البحتية هذه مع دراسة بحتية تانية مع دراسة تالتة يسمىها ميتا أناليسيس الميتا أناليسيس جمحها انت في صورة بيانات مجرد تجمحها في صورة بيانات حتلقى النقاط المتشابهة تمثل الصعوبات تأخذ الصعوبة وتحط بعد تالي في حاجة اسمها السوات أناليسيس اللي هي تحليل الواقع يعني السوات أناليسيس أنا شخصيا نستخدم فيه في واقع حياتي اليومي شنو السوات أناليسيس نشوف متى نخاش علي فكرة معينة خاش علي موضوع معين أو تقييمي لستراتيجي معين في حياتي وهذه نصيحة تعلمها كتنمية بشرية أن السوات أناليسيس أني نشوف نقاط القوة متاعي وين ونقاط الضعف متاعي وين مش عيب كل إنسان عنده نقاط قوة ونقاط ضعف ونشوف الفرص اللي موجودة قدامي في البيئة المحيطة عندي ونشوف الصعوبات اللي موجودة قدامي في البيئة المحيطة عندي بعد ما ندرس أني الواقع حداي من أربعة زوايا نستخدم نقاط القوة متاعي في مكافحة الصعوبات ونحاول نبعد نقاط الويكنس السوات أناليسيس هداي لما يطبق في القطاع الصحي مثل الليبي أو العربي أو بشكل عام وناخد نقاط القوة متاعنا ونقاط ضعفنا وناخد فرصتنا كبيئة موجودين فيها كخيرات مالية موجودين فيها كتوفر دكاتراليبيين موجودين في العالم كلها من تشرين أخصائيين واستشاريين من جميع التخصصات في الإحصاء في الفيزياء في الكيميا في العلوم البحتية في العلم النفس في الإدارة في الاقتصاد في الطب ونشوف نقاط القوة متاعنا ونشوف الصعوبات شنهين لما نبدو نحن نديره في رسالات ماجستير متفرقة ويجي هاشم يساهم برسالة ماجستير متاعه ويجي الدكتور محمد يساهم برسالته والدكتور فلان والدكتورة فلانة ويكون هناك برنامج معين يندير من خلاله متى أناليسيز وتطلع بنقاط معينة في دراسة مجدولة بالكمبيوتر برسم بياني بمناطق بستاتيستيك هدية اسمها قاعدة المعلومات مش الفكرة في الأمراض بس يعني مثلا الإشمانية متوفرة في تاورغة ومثلا الحساسية في المنطقة الجبلية مثلا أكتر الفكرة هذه هذه إحصاء علمي لأمراض معينة يفيد وان يونيت يفيد المستشفى متاع الصدرية يفيد المستشفى متاع الأورام ولكن احنا لما نجونا نتكلموا على فكرة تحسين وتطوير حتكون الدراسة مختلفة على فكرة الأمراض رأيتوا أن القطاع الصحي زي البنك متاع الكهرباء كل فيشة توصل فيه معلومة معينة تتجمع الشبكة هذه يبدأ في عندنا نظام وسيستم كل الحلقة سنعطيكم فلاش معين أو بطريقة سلسة جدا أن الفكرة وين في أهمية التتقيف الصحي أهمية الرعاية الصحية الأولية أهمية الصحة النفسية الطب الوقائي هذه العناصر الأساسية لو كان قدرنا نغرصها في كل مواطن ونخلوه هذا صوت العالي من بيش يدور على العلاج نبيه يدور على الطب الوقائي بالطريقة هذه نكون أني على الأقل قدمت شيء لدولتي وقدمت شيء لمجتمع متاعي قللت المصاريف فت الناس فحاولوا أنكم حتى أنتم تأخذوا الرسالة هذه مني وتساهموا في عملية نشرها وفي عملية توزيح نجو الآن زي ما اعتدنا على الأسئلة الشائعة لأمراض الجهاز التنفسي واللي هي تدريجيا بدت تجيه عندي في الماسنجر بطريقة منظمة يعني ناخد أنيه في الأسئلة الواضحة يعني في بعض الناس تبعت لي دكتور نبي شرب وكحها خلاص التقافة هذه تمت يعني دكتور أنا أخذت شربوا ونبعت لك صورتها شرايك فيه لا العملية عملية تكشف وتقييم ما لشان ندولينا توا خمسة شهور وحنان نشرحوا في أهمية الطب الوقائي وأهمية العلاج وأنها الأمراض الجهاز التنفسي متنوعة وأن كل حاجة وتشخيصها صحيح أمراض الجهاز التنفسي تتشابه في الدهشة في الأزيس في الكحة يعني أغلبية الناس اللي عندها مراض جهاز التنفسي بيجيني بثلاث حاجات يا ألم في الصدر يا سعال يا أزيز يا صعوب التنفس وهكذا ولكن لكل وحدة منهم باب فأنا حاولت نجمع مجموعة من الأسئلة اللي يمكن الاستفادة منها فمثلا في مريضة سألتني سؤال راقي جدا قلت لي يا دكتور تغيير الجرعة منتاع البخخات لحساسية الصدر كيف تديروا فيه يعني لو حطك مرات تعطفية 250 وبعد ثلاث شهور مثلا تزيد تنحيلي في الدواء على أي أساس قلت لي أنا عندي نية نفهم الفكرة هذه كلامها صح في قانون الصدرية في حاجة اسمه الجينا غايدلاين في حاجة اسمه خطوات في ستيب 1 و ستيب 2 ستيب 3 ستيب 4 ستيب 5 كل وحدة عاطينها أسلوب معين في العلاج القانون يقول أن المريض لما ياخد الدواء ويستريح عليه بعد ثلاث شهور إذا كان لقيت الأمور كويسة والمريض حياته جيدة جدا يمارس في الرياضة يركب بدون ما يدهش مشاكل الليلية أو في الشهر مرة بعد قداش احتياجها للفنتولين وطبعا هو قصة الفنتولين تغت أصبح بدالها السمبيكورت 160 عند اللزوم معاتش نعطه في الفنتولين العادي هذه الوصفة مش هيشوفها المرضى معايد في العيادة مش هيشوف لي كتب له فنتولين لأن القانون الأمريكي الـ ATS والBTS البرتش الانجليز والأمريكان والأوروبيين غيروا المنظومة الفنتولين بروحة بدون كورتزون استنشاقي لقوا أنه يسبب في حالات صعبة يعني يغطي في الأعراض فلابد قالك يكون معاه استنشاق للكورتزون بنصفة بسيطة بعض الناس ترد عليها تقول يا دكتور والله الفنتولين يرتح فيي وقتي نقول لك حتى الدول اللي جابوه الأمريكان الجديد هداي يرتح وقتي وزيد عليه يطول المدة متاع العلاج يعني مجرد تاخد الشفطة هذيك مثلا أنت حصلت نوبة تلعب في كورة حسيت أن صدر قغم عليك وبدأ الصدر يزوي فبتطلع الفنتولين ولا بتطلع حاجة تانية بتطلع حاجة اسمها السمبيكورت اللي هي تركيبتين واحدة سريعة المفعول وطويلة المدة مع شوية كورتزون وقائي هذي سماها ستيب وان فمثلا أني مريض كان كنت نعطي فيه في المية وستين مرتين في اليوم لما لقيته ولا كويس ولكن مش قب بعد سبوع مش بعد شهر مش شهرين في قانون بعد ثلاثة شهور نقدر ندير ستيب داون اسمها ستيب داون مثلا ستيب داون كيف نخلاها نخلاها مثلا س أو اس فإذا كان المريض يعطينا هل مية وستين سمبيكورت مية وستين الشفاطة هذي البودر انهليشن تيرابي البودر الجافة لتنشفط وبعد ثلاثة شهور ناخدوا مننا الرحلة المرضية ونلقوه مش متحسن بطريقة مرضية لا لي ولا لي ممكن ندير حاجة اسمها ستيب أب ستيب أب شم ندير منرفع جرعة الكورتيزون الاستنشاقي ومنقعد على نفس جرعة موسعات الشعب طويلة الأجل فهذا اسمها الارتفاع والانخفاض في علاج الحساسية الصدر ولكن في سؤال منطقي هل الحساسية تتصعد يا دكتور من بسيط متوسط عنيف لا اللي بسيط بيقعد بسيط واللي متوسط بيقعد متوسط واللي عنيف بيقعد عنيف معناها انت هديت النتوهيك الفكرة كلها هيدو لا الفكرة ان البسيط اللي ما ياخدش في الدواء هيقعد يعاني اما المتوسط اللي يواخد الدواء ممكن يقعد نور ملتحت تأثير العلاج العنيف العنيف ممكن يقعد حياته مقبولة ونشاطه مقبول تحت تأثير العلاج الصحيح المقاس بطريقة صحة ولما جيت قارنة مثلا بستيب ون وما ياخدش في علاج وستيب تري وياخد في علاج وجيت قيومهم تلقى هذا عايش أفضل وهذا عايش أسوأ ولذلك فكرة علاج الربو كمرض مزمن مبنية على فكرة تحسين تحسين معدل الحياة ولذلك علاش باي داروش مع الغرب هداي دارو لي سببين لان هديو المنتجة ما تبيش المريض يغيب ما تبيش الموظف ياخد لك سبوع اللي خاطر عنده نوبة حسي يتصدر فحطوا القايد له هداي وشركات التأمين ما تبيش تدفع مصاريف زائدة لان المريض هامل نفسه فبدو يديروا في استبس هدية كأب أنت داون بطريقة أنه يضمنوا بها عدم ازدحام مستشفياتهم رأيتوا الآن فكرة تحسين جودة الخدمات كيف مبنية على مانجمنت كامل ينصب في عمق حتى الوصبة تتأثر به حتى الفكرة العلاجية تتأثر إذن المشروع النجاح وتطوير القطاع الصحي حيكون نجاح شمولي كامل مش هيكون جزئي ولذلك يد واحدة ما تصفقش لازم تتكاتف كل العناصر في تطوير الفكرة هذه نجو للسؤال الثاني مثلا فيه مريض تسأل عليه خطورة النيمونيا يعني بوجم دكتور نسمعه فيك البوجم كل مرة تقول فيه بدأت خايف أنا يجيني البوجم فهو يعني شاب لما أسأل السؤال هداي حنجاوبه بالطريقة المطلوبة اللوبرنيمونيا أو الالتهاب الرئوي أو باللغة العربية استسقاء هبوط الرئة تقريبا لا استسقاء الرئة اللي هو التعفن الرئوي هداي هداي الالتهاب في منها درجات طلعوا له الأمريكان أو الأي تي اس قانون سموه كروب خمسة وستين شم فكرتالكروب خمسة وستين جو لي حرف السي وقال لك هذا معدل وعي المريض لازم يكون معدل وعي المريض فوق 8 على 10 درجات أسئلة معينة نسأله ونشوفه تحت 8 على 10 تعتبر نقطة سلبية جو هدي السي الار معدل سرعة التنفس نعدوا معدل سرعة التنفس معدل سرعة التنفس فوق الخمسة وعشرين هادي تعتبر نقطة سلبية تتجمع كروب سي آر اليوريا فوق العشرين أو فاصلة سبعة حسب القياس تعتبر باد بوينت نقطة سيئة بعتالي البلد بريشر الضغط الفوقي تسعين لازم ما يقلش على التسعين يساوي أو يقل على التسعين تعتبر نقطة سلبية والضغط للوطة الستين يعني تسعين على الستين إذا كان اللوطية تحت الستين تعتبر حتى هي نقطة سلبية ومالا شن الـ 65 العمر وعمر الشخص فوق الـ 65 وعند التهاب رئوي تعتبر نقطة سلبية بعد من جمعوا البيانات هذية نحدد سكور معين على السيفيريتي على شدة المرض إذا كان من البيانات هذية سفر ما عنداش شيء ولا حاجة إذا هذا هو جنب خفيف ونعالجه بالـ نعطيه مثلا نوعين من المضادات الحيوية وفي الغالب تكون نتيجة المجتمع ومتوقعين نوع البيكتيريا اللي هي وعارفين إن المريض بيبرى وندروله صورة أشعة ونطمنه عليه وياخد علاجه غير ياخده بطريقة كاملة باش مديرش ريزيست ونسأله المريض قداش ليه واخد مضاد حيوي باش يكون تأثير المضاد الحيوي قوي طلعت واحدة من النقاط من سفر لواحد أو من فوق الثلاثة من ثلاثة لخمسة يعني ثلاثة نقاط سلبية من الخمسة هذه سماها سيفير نيمونيا اللي هي البوجمب اللي هو الالتهاب الرئوي القوي أو العنيف تلقائين نعرف أمتى نعطي المضاد الحيوي الوريدي لأن مش أي مريض يمشي لمجمع صحي أو يمشي لعيادة خاصة بدون صورة أشعة وتلقى كاتبين لروسوبين آي في ولا أغمانتين في الوريد ولا المريض نفسه يقول لك تكتور ما تكتب ليش حبوب أنا يمشي معي لباري ما فيش دوهادي ما فيش مريض يتدخل في فكرة العلاج خصوصا أن العلاج فيه قانون إذن لا بد من تطبيق القانون هداي هذا إجابتي على سؤال على سؤال عملية خطورة البوجم خطورة البوجم فيه درجات نحن إنكي لها طريقة معينة ونعرف حتى المريض لما بيخش للعناية مباشرة الركبة للعناية ولا لا في حد مريض في الصدر فسأل سؤال قال لي يا دكتور سمعت بإن فلان درولي جراحة وأنا ما بوش يدرولي جراحة واللي درولي جراحة نفس المستوى خطورة المرض متاعي يعني مثلا هم الزوز طبعا حاجة اسمها نن سمول سيل كانسر طبعا نحن الأورام متاع البرونكوجيني الكارسينو نقسمه فها تولاين خطين خط اسمه سمول سيل كانسر وخط اسمه نن سمول سيل كانسر شم معناها كلمة سمول سيل كده كلكم فاهمين كلمة سمول شم معناها وسيل شم معناها وكانسر شم معناها فنترجمها بالعربي اللي هو الورم دول خلايا الصغيرة والورم دول خلايا الغير صغيرة طبعا الورم دول خلايا الصغيرة خطير سريع قوي اغريسيف وهذاك اغلبية المرضى لما يجونا في الغالي يجونا بستيج تري بي او ستيج فور منتشر واصل للراس طالع وبعد تالي الاسلوبها الرئيسي وين يجي 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 في جنب المعلاق ويربط مع بلكي من الليمف نوت تبدأ الغداد الليمفوية فهذا ما يمشيش معه الجراح ولكن يستجيب بدرجة عالية للكيماوي لانه سريع الانقسام الخلايا سريعة الانقسام الكيماوي يخش عليها اسرع الخلايا بطيئة الانقسام الكيماوي ما يخشش عليها بطريقة افضل ولذلك الامراض الاغريسيف يكون الكيماوي افكتف اكتر تأثير طبعا الشخص دي يسأل على الان سمول سيل كانسر اللي هما نوعين في نوع اسمه الادينويد الغدي ميوكويد يدير فيه افرازات وفي نوع اسمه السجوام السيل طبعا السمول سيل الخطير سبحان الله نسبته 15% والان سمول سيل نسبته 80% في منا نوعين السجوامس والادينويد نسبة هدايا 38% ونسبة هدا 22% المهم فقال لك انيه الشخص هدايا دارولي عملية عندها حتى هو من النوع الخلايا الخلايا المهيس صغيرة يعني اللي يمشي معها الجراح لكن قانين علاش ما بوش يديروا لي الجراحة المفروض ان المريض لما يسئل من حقه شوفوا حجم المعلومة اللي عنده وهدي والكانسر يعني حياء وموت والجراحة بالنسبة ليه وكأنه بيطلح حاجة من جسمه سيئة وبيلوحها وبيثتك منها تأثيرها النفسي عليه كبير ان الورم اهو طلعت منه ودرت لعمليته فعلاش ما دروه لاش ما دروه لاش لانه في كونترا انديكيشن للسيرجين للتدخل الجراحي موانع التدخل الجراحي ولكن حق المريض انه يعرف المانع شنه هو مثلا المريض عنده ورم فرية وضعف الصوت هذا من دير لاش شي جراح علاش لانه هذا دليل على ان الورم انتشر الى عن طريق اللمفاتيك على الجهاز اللمفاوي الى الاحبال الصوتية والجزء العلوي وهذا سندروم معين وليه اسم باه او ان الورم جاي علي امتاعه جاي على السوبيروفينا كافا يعني الوريد الرئيسي اللي بيخش على القلب فلما يبدأ لابسه الورم هداي من صعب جدا انك تنحيل لانك ده ممكن يموت في اثناء الجراح فهدي كونترا انديكيشن تاني مثلا عنده قريب من الورم نفسه لاصق في المعلاق يعني الادينويد هو طبعا الادينوكارس الأورام هدية اللي هي الان سمول سل دي ما تجيه في الحواشي ولكن اذا كان جاته في جهة المعلاق فمستحيل يقدروا يخدموه كيف بيخدموه يعني المكان هداي حساس جدا وفكرة النزيف بتكون عالية مثلا عندها مية مع الورم والمية هدية ما سل غشاء البلوري فهذا يعتبر لوكل يعني يعتبر انتشار موضعي الورم من الدرجة الثالثة بي او من الدرجة الرابعة واهم نقطة اهم نقطة ان كفاءة الرئتين للتدخل الجراحي تكون قوة دفع الهواء خدمة الرئة كقوة دفع الهواء تكون 1.4 وفي بعض الكتب تقول 1.5 لازم تكون النسبة عالية باش نقدروا نقصوا لان نوع العملية شن هي تحساب احنا من جوع الورم ومنقصوا عليه هكي حواشيه لا اذا كان الورم ممكن ان نحو فص من الرئة فص علب الرئة في منها يصار ويمين اللي صار فها علبتين فص علوي وسفلي واليمين فها ثلاثة أفسوس فلما نقرر ان الورم جاي في الفص مثلا العلوي او السوبلي من الرئة اليمنى جاي لوطة برفرك وقررت اني من ناحي اللوبكتومي من ناحي الفص هداي لازم نديرها قبلها كفاءة رئة علاش لان الجزء اللي منقصها بيضعف وظائف الرئة ففي قانون معين قالك لو كان قوة الدفع متعله هو اقل من 1.4 لتر ما نقدروش نديرولها العملية بقى اذا كان الورم جاي ما بينات الفص العلوي والسفلي معناها شم نديرولها نيمونيكتومي من ناحه الرئة ليمين كله بقى بيعيش برئة واحدة نعم يعيش برئة واحدة في حالة ان قوة الدفع الهواء متاعها قبل العملية اكتر من 2 لتر اذا هنا في قوانين معينة واخونا الفاضل اللي اسألني على السؤال هداي هذا اجابة سؤالك في موانع لاجراء العملية طبعا احسن علاج للأدينو كارسينوما العلاج بالرادييشن والعلاج الجراحي ويستجيب بقلة للعلاج الكيمامي من اهم النقاط ايضا لازم قبل يتحول مريض الاورام متاع الصدر الى جراح الصدر او دكتور الانكولوجي متاع الاورام انيكة طبيب صدرية لازم ندير لستيجينج لازم نحدد شدة المرض عنده فمرات نضطر ندير منظار باش نشوف به العقد اللمفوية عدد الاصابة متاحا الطريقة القديمة انهما في اجهزة مناظير جديدة نقدروا من خلالها ناخدوا عينات وحنا في داخل المنظار اللي هي فها بروب انتراساون يعني فها سونار معين يعطيني رسم ونقدروا نخشوا وناخدوا العينة ونديروا ستيجينج وبعد ما نديروا ستيجينج نبعتوه للجراح او لدكتور الاورام في سؤال تاني قبل ان نخطموا به الحلقة اللي هو انواع التليف دائما كاتبين ان دي ما احنا دكتور رسمع فيك تتكلم على تليف مجهول الهوية خلاص عرفنا انه هو مجهول الهوية وانه هو قاتل وانه ما يستجيبش للكورتيزون في حالة انه في حالة انه هو فايبروتك ميسيليولر كويس في انواع تانية للتليف نعم في انواع تانية للتليف مثلا الأدوية بعض الأدوية تؤدي الى تليف الرئي احسن مثال عليها الكورديرون 200 امتاع القلب والميتوتروكسيت امتاع الروماتويد ألترايتس ولا الالسيلي باللغة العربية في مرضى الروماتيزم في دواء ياخدوا فيه وياخدوا معاه في الفوليك أسد حمض الفوليك هما يعرفوه يبادل اسمه الميتوتروكسيت ويدروله في تحليل امتاع دم كل جمعة هما يسمعوا فيها فاهميني هداي الدواء بعد فترة في بعض الحالات يدير في تليف فلازم انتوا تراجعوا عيادة الصدرية لتقييم التليف سواء كان من الروماتيزم نفسه او من الدواء نفسه يعني زيارتكم لطبيب الصدرية كل 3 شهور واجراء كفاءة الرئة لتقييم هالية رستريكتف يعني فاها انكيماش بدت تنكا مشرية ولا لا مهم الكورديرون متين وبعض الادوية الاخرى مثلا في الاكيوباشنال هازارد اللي هي مخاطر العمل الناس اللي تستربي في الطيور مربيي الطيور هيكون عندهم نوع من انواع التليف مش كل الحالات الموضوع ليه علاقة بالعامل الجيني الى حد ما ويسموه الاكسترنسيك الليرجيك الفولايتس ولا الهايبر سنستيفتي نيمونايتس هيك اسمه هداي مراحلها الاولى تستجيب للكورتيزون وتختفي الاعراض بمجرد ابتعادة عن المسبب مدة الكورتيزون تكون اسبوعين بعدين نقال اللوفاها بالتدريج في مثلا سيليكا سكليوسيز في الكولا الناس اللي تشتغل في الكولا الناس اللي تشتغل في الشعير الناس اللي تخدم في المشرومس اللي هو الفطريات والمعلبات هدية والحاجات هادي وفي الابستوسيز نوع من الحرير الصناعي وهذا كارسينوجينيك يعني موجود نلقو فيه ويكون معاه الغشاء البلوري فيه نوع من البليغ والتكلسات وكذا فهناك العديد من الأنواع المتعلقة بالتليف الرئوي علم كبير وفي تزايد الحالات متاعه حالات لها علاج حالات علاجها زراعة رئة هذا إجابتي على سؤال أنواع التليف الرئوي نقتم حلقتنا اليوم ونلتقوا في حلقة قادمة إن شاء الله دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة